النهاردة هنعمل وصفه انا شخصيا بحبها جدا وولادي بحبوها جدا 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 وهي الروستو هنعمل روستو بكريمة المشهوم الوصفه دي طبعا يعني من الوصفات العريقة اللذيذة وانا لاني بحب المشهوم جدا فحط معاها مشهوم وهعمل السوس مكسفه من نكهه المشهوم هنعمل ايه علشان او هنعوز ايه علشان نعمل الوصفه دي عايزين روستو عرق روستو الصراحه لو كبير اقسمو اثنين انا ده كان كبير جدا قسمتو اثنين وحنعمل ده النهاردة وعندنا بصل ممكن تقطعوه اكبر شوية مش مشكله هو كله بيدوب في الاخر عندنا تقريبا ثلاث كبيات من المشهوم معلقة كبيرة من الزبدة معلقة كبيرة من الزيت وعندنا كباية كريمة شوية مقدون الصغيرين ملح وفلفل رشة بوهرات ورق لورا وعندنا توم وجسط الطيب النار الصراحه الحلة دي انا اكتشفتها عندي حلة جميلة جدا 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 ليه بقى؟ هقول لكم حانا نحط بس شوية زيت اول حاجة هنعملها هنحط اللحمة بتاعتنا هنحط بقى دلوقتي البصل اللي عندنا والثوم ونخليه يبتدي يكمل يتحمر هو كمان مع اللحمة هنحط الثوم وهنحط البصل ونخليهم كده على جمب على جمب كده يتحمروا في ناحية واللحمة بتتحمر في الناحية التانية هنعمد ايه بقى دلوقتي؟ هاخد المشروب اللي عندنا كله وهنحطه على اللحمة ساعتنا هنفتدي بقى نحط التوابط اللي عندنا هنفتدي بس كتب دايما بس كتب خلوها تازه 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 وعندنا بقى اللورة وعندنا شوية جغارات وفتديوني قديم الملح مفتدي شوية ملح ما تحطوش كتير ملح لان معرفش ليه الرسطو دايما خداعة يعني دايما بتحطولها شوية ملح صغيرين بتلاقوه ضرب فحطوا دايما قليل وبعدين دوقوا وشوفوا الملح والفلفل دايما خليهم في الاول قليل في الرسطو بتاعتنا طيب نجاهزين ان احنا نحط المية فهنحط مية تقريبا كوبايتين تقريبا كوبايتين خلاص هاخد المكنه دي اللي عندي وهبتدي اهرسها لو ما عنديش دي بحطها في الخلاط عادي جدا خلاص كفاية كده انا مش مش لازم ان احنا نخليها تتهرس على الاخر هناخد بقى دلوقتي الكريمة اللي عندنا اهيه وهنحطها يعني بحط نص كباية كده وبشوف ممكن بس ما وص شغل نص كباية خليها كده هاخدها احطها هنا بس ممكن نقطع لها كمان قطع كده خليها احطها احطها كده هنا احطها كده هنا المترجم للقناة المترجم للقناة